وعلى هامشي معرض الكتاب أقيمت ندوة حوارية بعنوان مسؤولية الأردن تجاه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية حيث تحدث في الندوة كل من قدس الأب نبيل حداد مدير عام مركز التعايش الديني ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل داود وقال الأب حداد إن الحديث عن القدس والعلاقة بها يتجاوز ارتباط الحجارة بل يمتد لمكانتها كقبلة للمؤمنين والموحدين مؤكدا على أهمية القدس لدى المسيحيين وخصوصيتها بالنسبة للأردن وأشار الأب نبيل حداد إلى ارتباط المسيحيين مع القدس الذي هو موقف واحد وداعم للوصاية الهاشمية ومن جهته تحدث الدكتور داود عن مكانة القدس الدينية والدعم المطلوب من الأمة تجاه هذه المدينة المقدسة لافتا إلى أن القدس تبقى جوهر الصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي